يا سيدة احنا عندنا صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره اللي بندلقى عليها اسئلتكم دايما وبندلقى عليها اسئلتكم وبنفرح فيها لان مجالس العلم بتستمر ونحاول بقدر الامكان ان احنا نعيش مع بعض والله عارفين احلى حاجة هي ايه اني على الصفحة وفي البلنامج بعيش معكم بعيش معكم اللي هو المصرية بحب الجمال وبحب الخير اللي دايما بيجي من كلامكم ونكمل معاكم ونشوف اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسره الصفحة اللي هي في الحقيقة بتخلينا مع بعض بنعمل دور بنحاول نكون لنا دور فيه ان احنا نحافظ على الهوية الدينية المصرية لان من غير كلامكم معانا ومن غير كلامنا مع بعض احنا ممكن كتير من مفرداتنا وكتير من اصولنا الدينية ممكن تتفك واحنا عايزين نحافظ عليها عارفين ليه؟ لان الاعمدة السبعة اللي لو صح التعبير الاعمدة السبعة في الهوية الدينية المصرية اعمدة السبعة دولة دولة اعمدة من نور لان هي في الحقيقة موصولة بمدد الغفور وكمان هي محبة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا اتمسك بالعمدة السبعة دي وتعالوا نشوف اول سؤال وصلنا على صفحتنا على صفحة بنامج ولا تؤسره بيقول ايه؟ لو سمحت انا حماتي اجبرت زوجي على انه يطلق هال يجوز لزوجي انه يطلقني ويسمع كلامها ولا لا انا شايف في الحقيقة انه خلاص وعمل كده فانت بتسألي انه اللي عمله ده حرام ولا حلال لا اولا ما فيش حاجة اسمها انه لازم نتكلم في نقطتين مهمين هو زوجك لما بيقولك انه حماتك اجبرته انه يطلقك هو بيدعي انه ده هوت من باب بر الوالدين لا ده مش من باب بر الوالدين ودي اول مسألة يبقى اول مسألة هل ده من بر الوالدين ولا لا مش من بر الوالدين امر التاني هل لما هو طلقني كان ده حلال ولا حرام انا اجاوب على السؤالين السؤال الاولاني ان بر الوالدين بيكون فيما يخصهم لا فيما يخصك يعني ايه لو اقول لكم شوية امثلة ومحدش تستغرب اول مسال لو اني الاب او الام قالوا لابنهم طلق مراتك فما طلقهاش وليس بيقاسم ايه ده وده ما فوش بر مش ده ما فوش بر الوالدين لا ده ملوش علاقة ببر الوالدين ده له علاقة بان ان انت مقتنع بفكرتهم ولا لان بر الوالدين فيما يخصهم طب ومسألة زواجك من زوجتك لا ده يخصك انت هل من بر الوالدين ان الاب يقول لك بيع عربيتك فاذا انت ما بعتش عربيتك يبقى دوة ده من عدم البر لا لكن انت اللي عملت كده اتخلي قلبه سعيد اه لكن انت واجب عليك ان انت تبيع عربيتك لا واجب عليك ان انت تطلق مراتك لا واجب عليك ان انت تسيب الكلية انت فيها وتروح كلية تانية لا واجب عليك ان انت تدخل الكلية اللي هو ما مخترهمك لا ليه يا مولانا كل ده عشان كل واحدة من دي ايه يا سي دي تخصك مش تخصه يجب ان انت تجوز اللي هم اختروها لك لا بس انت لو عملت كده هيكون احسن و هيكون دوة ادوة من العلاقة لانهما لو انت تجوزت واحدة غير اللي هم اختروها لك هتبقى مش هتعرف تكمل كويس يعني يبقى اول حاجة لا هو ما كانتش واجب عليه انه هو يطلقك اذا كانوا هم فما فيش حاجة اسمعه اجبروه اجبروه لا ده ما فيش اجبار هو اختار انه هو يطلقك ونيجي بقى للمسألة التانية هو لما طلقني ده كان حلال ولا حرام ما قدرش اجاوب مش معنى انه انت دلوقتي اللي بتسأليني وبتقوليني ان امه اجبارته ان انا اقول ان طلقه ليك كان حلال ولا حرام ماينفعش اجاوب على ده ليه لان انا عشان اعرف ان الطلق ده اللي هو بيطلق الزوج عشان اقدر اقول انه كان ده حلال ولا حرام لازم اسمع منه وانا ما اسمعتش منه ولكن اقولك حاجة اذا كان الطلق ده طلق ظالم ظالم يعني ايه الشخص ما فعلش ما امره الله سبحانه تعالى به وما امره به صلى الله عليه وسلم وعاشرهن بالمعروف فاللي حصل فما امسكش بمعروف هو ما سرحش باحسان او ده ظلم ده ظلم فهو لازم يمسك بمعروف ولما يسرح يسرح باحسان انا بشوف ناس كتيرة كل اللي عمله بس انه راح ضلق مراته بس لانه عينه زاغت فقال لك ايه اطلقه عشان انا مش عايز اقع في الحرام بس في حرام ان انت ظلمت واحدة وكسرت بخطرة وكسرت قلبها فالطلق لابد ان يكون ببأس بسبب لو الطلق من غير سبب لا ده ظلم انا جاوبتك على السؤالين اما اذا كان الطلق بقى لسبب في استحالة للعشرة لا ازاي نقوله ان الطلق ده في ظلم لا مفوش ظلم ده وازاي كان مش اقدر اقولك زوجك اللي انت كلمتيني عنه ده هو لما طلقك ده كان طلقه حلال ولا حرام بالعين كده مش اقدر لكن اقدر اقولك ان الطلق لو كان عن ظلم يبقى حرام انما الطلق لو كان عشان يغني الله كله من فضلي لا ما يبقىش دوات حرام بالعكس في بعض الاحيين ان دوات بيكون دوة دوة الايه ده مرض عضال فبيكون دوات اريح السؤال اللي بعد كده بيقول انا كنت متزوجة انا كملتش سنة وبدأت المشاكل جوزي خد دهب يشاله بره عن دخوته لان حماتي طلبت تاخده اتحجج بي وانا رفضت وبدأت وبدأت تعمل مشاكل معايا بدون سبب رغم انها هي التي اللي مختاران وجوزي كل كلمة يقول لي انا مش مختارك راحت حماتي قالت انا مش عايزاكي في البيت لو هو عايزك ياخدك ياخدلك مكان بره راح قال انا مش عايزة انا قلت لاخواته انا عايزة انا عايزة اعيش مش عايزة لا دهب ولا فلوس بس رفض وقالها طلعك عشان يرضي امه واخواته بس انا تعبنة يا شيخ ونفسيتي متدمر مش عارفة اعمل ايه تنصحني بايه يا شيخ على العلم ان دي كانت تاني جوازة ليه يا مراته اولى توفيت وانا كنت بنت المسألة دي عندي دي مسألة استشارة مش فتوى اكتر ما هي استشارة انا شايف ان في حاجة انت بتعمليها بس دي هو مش هو اللي سألني ده انت اللي سألني انا اكلمه هو بعطت شوية بس انا لازم اكلمك انت الاول انا شايف ان في حاجة انت بتعمليها غيرت نفس حماتك اللي هي مختراكي لما حسي لما هي حسيت انها بعد ما اخترتك ايه اللي حاصل ان انت وكأنك ايه اللي حاصل اتقلبت عليها وخدت بنها منها وحسيت انا اسف يعني الامعات بتقول للتعبير ده ان انت مسكنت لغاية ما تمكنتي انا مش عايز اصلمك وقولك ان الكلام ده صحيح ولا مس صحيح مش قضيتي لكن انا قضيتي ان انا فسرلك وقال ليه حصل ده ولذلك دايما بنقول الحكمة دي اقرب طريق لقلب جوزك اهله ولذلك مسألة بسيطة لو انت عايزة تصلاح علاقتك بجوزك وما يحصلش طلاق او ما يتجوزت عليك عليك بامه عليك بحماته وانت تعالي قولي لها وانت ستات زي بعض اعترفت تتكلموا مع بعض واحمليه على انك انت كنت قللت الخبرة وقللها واسأليها قللها انا اعمل ايه عشان اصطح العلاقة بيني وبين زوجي فانا قلتلك ابتدي معاها واطلبي منها النصيحة لو رفضتك وشدت عليك وعملت اي حاجة اطلبي منها النصيحة مرة تانية وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادو تحبو حاول تجبلها هادية تجبلها هادية دي تقولين انا هنافق انت مش بتنفقي انت بتصلحي ذات البين بينك وبين زوجك هتقوليني اصل المسائل خدت منحة تاني ولا منحة تاني ولا منحة تالت هي كل الحكاية الستة عايزة تأمنك هي اسرع حد ممكن يقول لا 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 تتغيرت بطريقة اتغيرت تغير تاني الرجالة ممكن يقول لا انا مش ناقص ان هي ترجع تاني وتعمل كده لكن مين اللي هيقنع جوزك ان انت تغيرتي والدته وزيك انا شايف ان الاحسان اليها هيفتح باب عليكي كبير جدا 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 من اواب القرب من زوجك وعلى فكرة ده من حسن العشرة ومن الاحسان لزوجك ولذلك ادفع باللاتي احسن ده شكل من اشكال قبول وعد الله سبحانه وتعالى ادفع باللاتي احسن فاذا لدي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم فعملي كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك وبلاش فكرة انه ان هو اتجوزني وانا بنت يعني بكر وهو كان متجوز قبل كده ومراته توفيت بلاش يعني بلاش ده مش الحالة اللي انت فيها ديت باعتباري باعتبار دي شغلتي يعني وفي الاشياء دي زواجي ده مش الوقت اللي انت تسوي في الدلال لكن ممكن بعد كده تتكلمي على اني انا كنت بحبك وعشان كده كذا 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 بس مش ده الوقت اللي انت ممكن تعملي فيه ده اي كلام عن ميزة نوعية ليك عن الاخريات ستقابل بايه ستقابل بنوع من انواع العنف وتقابل من انواع التنكر وانت هتقوم عليك نفسك تحس ان انت حصلت لك اهانة وحصلت لك عدم اعتبار وحصلت لك عدم تكريم فعشان كده ما تعمليش كده السؤال اللي بعد كده بيقول عندي سؤال يا شيخ احنا عاديين في بيت عيلة ومعايا مرات ابويا ومعايا مرات ابويا في البيت ومرات ابويا بتقسي اختي على امي وعايزة تاخد اختي من امي وامي تعبت ومرضت بسبب كده نعمل ايه دلوقتي في مرات ابويا دي وهي على طول بتدع علي ومش بتحبنا وبتقسى ابويا علي وانا بقعد ادع عليها ما شاء الله تبادل يعني تراشق بالادعية وانا بقعد ادع عليها انا كده ظلمتها ولا ايه برضو بكرر اذا كنت عايزة عايزة نتكلم انا لازم اسمع الطرفين لان انت تتكلم عن طرف عمل حاجة وانت مفسرها ان هو كده ظلمك يعني مثلا اقولك على سبيل المثال ليه ما نقلش ان امراد ابوكي بتتقرب لوالدك عن طريق اختك ودي الاخت الوحيدة اللي فتح لها الباب ان هي تعيش معاكم احنا دلوقتي بنتكلم على حالة ان في زوجتين لوالدك الزوجة الاولانية هي امك روحك وانتي منتمية اليها كل الانتماء بس ما ينفعش ان الزوجة التانية اللي والدك اختارها ويكون اي اساءة ليها بتوصل مباشرة ان هي اساءة لولدك ما ينفعش ان احنا نحول البيت الى خندقين انتي ووالدتك وباباكي ومرات ابوكي وكمان عتحط اختك معاه لا 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 خالص احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة خالص ان احنا نطمن امنا ان احنا بنحفظ داع على حياتها اني واضح ان والدك مش داخل في اختيار ما بين مراته وما بين ممتك اللي هما اتنين ازواجه هو مش داخل في هذا الاختيار ده هو اراضي بان الاتنين يكونوا موجودين فالحكمة بتقتضي ايه ان انتي ببساطة خالص تخلي والدك حاسس ان امك ما بتعكرش عليه حياته ولا بتدايقه ولا ان هي بتوصفه بانه راجل مش مخلص ولا راجل سيء لان ده اللي حال اللي احنا فيه ده انا عارف ان احنا عندنا يعني هما بيقولوا ان 80% من الزوجات اللي جوزها بتجوز عليها لا تتقبل هذا الموضوع بس ليه زو ليه ممتك ما تكونش من 20% عشان البيت يفضل ازا كنت انت عايز البيت ازا كنت عايز البيت يفضل ممتك وباكي الاتنين في نفس البيت ليه ما نحاولش بقدر الامكان ان احنا نتعامل مع هذا الواقع لنتجنب اكبر خسائر ونزاك احنا محتاجين شيء من الحكمة ايه الحكمة؟ انك تدير العلاقة ما بين والدتك وما بين والدك في ظل وجود مراته عشان ما تتطريش والدك ان هو يختار ما بين والدتك وما بين مراته فنعمل ايه؟ نكون عندنا حكمة في ادارة هذا الحال ايه الحكمة؟ ان الواقع ان والدك متزاوج اتنين والدتك ومراته التانية فده واقع ممكن ننكره ونقول ان الواقع دو ما يلزمناش بس احنا عندنا الواقع اللي لا يلتفع طب انت لو حبيت تأسي قلب ابوك على مراته دي وهو ما كانش فيه مبرر لده انت لن تكوني سالمة من الظلم انت بتقول ان هي بتدع عليك وانت كمان بتدع عليها انا شايف ان هي لو بتدع عليك وهي ظلمك توقفي عن الدعاء عليها وعملي ايه؟ ودع النفسك لو هي بتظلمك اشتكي الى الله سبحانه وتعالى ودع النفسك لانه قال له حضرت النبي قال له واجتني بدعط المظلوم فانها ليست بينها وبين الله حجاب فانت عندك فرصة ان انت تدع النفسك فما تضيعيش انت ايه؟ فرصتك دي ودعائك سيكون دعاء مستجاب لانه دعاء مظلوم فدع النفسك وخليك زكية في التعامل مع مولاك سبحانه وتعالى يا سادة حالا تكلمنا النهاردة عن اعمدة التدين المصري عن الهوية الدينية المصرية تكلمنا عن سبعة اعمدة على ان التدين المصري ده والتدين رحمة وعشان كده هو تدين زي ما بيقولوا كده تدين حنين وان التدين ده 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 دين الالفة والودودية وعشان كده هو تدين عشري وان التدين ده عنده حب خاص لله ورسوله وان شاء الله عليه وان شاء الله عليه وآله وسلم وعشان كده هو تدين العاشقين وان التدين ده ما شاء الله تدين في حاجة رائعة وانه التدين ده تدين بهجة بهجة وفرح وعشان كده هو تدين الناس اللي بتحب الله ورسوله كمان التدين ده كمان تدين ابتكار وابداع وعشان كده هتلاقي حاجات كتيرة موجودة في تدين المصريين مليان ابتكار وابداع وكمان هتلاقي التدين ده مليان وسع لانه بيقبل التنوع وبيقبل الثقافات وبيقبل كمان الاديان وبيقبل المذاهب فحاجة مما يفتخر بها المصريين انه عندنا مذاهب الاربعة وده ما يعنيش انه لا عندنا سمة انه احنا بنقبل كل هذا التنوع وعشان كده خلينا نكون حريصين على انه احنا نحافظ على سمات التدين ده ونعلم بيها ونعمل دورات تدريبية للدعاء ونعمل دورات تدريبية لطلبة المدارس وكمان طلبة الجامعات ونقول لهم ازاي ان السمات السبعة دي خلت المجتمع ده بيتحقق فيه نبوءة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه في رباط الى يوم القيام يا رب اجعل مددك لنا على الدوام واجعله يا ربنا يجعلنا في امان وفي تماسك نحافظ على الانوار التي صارت في ديننا وصارت في تديننا فنزداد تماسكا ونزداد شكرا لنعمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اكرمنا بدوام الالفة والتماسك والرباط الذي جعلته بيننا بنورك يا اكرم الأكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة